أكد رئيس الوزراء دكتور بشر الخصاوني على أهمية دور قطاعات التجارة والخدمات والزراعة في تعزيز الأمن الغذائي وتقديم الدعم اللازم له لافتاً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وقال خلال لقائه رئيس وعضاء غرفة تجارة الأردن أن الحكومة تتطلع إلى أن يكون عنوان المرحلة المقبلة هو نهج اقتصادي وطني تتشارك فيه مع القطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية وتمكن أصحاب الأعمال من التعافي من أتداعيات الاقتصادية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا واستمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات ومطالب القطاع التجاري واعداً بالتفاعل الإيجابي بين الوزراء المعنية والقطاع لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهه ومن أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والتي عرضها رئيس الغرفة نائل الكبريتي شح السيولة النقدية حيث طالب بإصدار تعليمات بتخفيض الفوائد وشروط الاعتمان وإعادة النظر في آلية تزديد الضريبة على أن تكون على مراحل ومساواة القطاع التجاري مع الصناعي بخصوص تسعيرة الكهرباء إضافة إلى إيجاد حلول للمشاكل التي سببتها الجائحة بين المالكين والمستأجرين لقد كان القطاع التجاري والخدمي وما فتع مساهمة وطنية بارزة شكلت علامة فارقة في فترة زمنية حرجة تمر على الاقتصاد الأردني كباقي الاقتصادات العالمية في ظل الجائحة التي أصابت العالم برمة وذلك من خلال إدامة استمرار الخدمات الأساسية وتدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية للسوق المحلي ودعم مخزون المملكة الاستراتيجية منها فبفضل من الله سبحانه وتعالى وبجهود أبناء هذا الوطن الخير لم نشهد وبحمد الله ولم تشهد أي من المحال التجارية أرففا فارغا ونقصا في المواد الأساسية